قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي خلال حضوره اجتماع اللجنة العليا لتحويل دبي لمدينة ذكية إننا نريد واجهة واحدة لتطبيقات حكومة دبي لأن الجميع يعمل تحت اسم واحد والخدمات لابد أن تقدم عبر بوابة واحدة وكل دائرة في دبي تمثل كل دبي وتطبيقاتنا الذكية لابد أن تعكس واجهة واحدة للإمارة وأضاف سمو خلال الاجتماع الأول في أعقاب إطلاق استراتيجية تحويل دبي للمدينة الأذكى عالميا خلال الثلاث سنوات القادمة لا تهمنا أعداد التطبيقات الحكومية بقدر نوعيتها وسهولتها وتبسيطها لإجراءاتنا الحكومية هدفنا تبسيط الحياة بتطبيقات فعالة وليس بكثرة أعدادها كما أعلن سمو خلال الاجتماع نيته الإعلان بنهاية العام الجاري عن الدائرة الأذكى في دبي وأكد سمو خلال الاجتماع على ضرورة تكامل العمل بين جميع الدوائر والمؤسسات والشركات التابعة لحكومة دبي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمبادرة دبي الذكية وبما يدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تحويل دبي إلى أذكى مدينة في العالم خلال ثلاث سنوات هذا وتم خلال الاجتماع استعراض آلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لدبي الذكية بالإضافة إلى عرض خطط العمل التي سيتم التعاون على تنفيذها مع فرق عمل من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في دبي وأضاف سموه تحويل دبي إلى مدينة ذكية يحتاج إلى العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير تجربة حياة غنية في دبي ونحن حريصون على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستراتيجية بمختلف برامجها ومبادراتها في فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل لجنة تنفيذية للمبادرة برئاسة سعادة أحمد بن بيات وعضوية كل من سعادة عبدالله عبدالرحمن الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي بدبي وسعادة أحمد بن حميدان مدير عام دائرة حكومة دبي الذكية وسعادة عائشة بن بشر مساعد المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإضافة إلى ممثلين عن بعض المؤسسات الحكومية مثل دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر